التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على المستويات كافة وأشد وزير الدفاع بالدور الذي يقوم به رجال القوات البحرية وبتنفيذهم لكافة المهام التي توكل إليهم على أكمل وجه مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسن لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وباستقرارها من جانبه أكد قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوى حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالي والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار اشتركوا في القناة